السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما باجه ادخل العصافير الصبح اول حاجة بعملها ان انا باخد الدرج بتاعهم وهنقعوا في مية وبعد ما يبدأ يبوش بقى ابدأ ان انا ايه ادعاكوا بالفرشة الموضوع ده يعني بعملوا ايه كل اسبوع يعني مش ما اقولها كل يوم هتنضف الدرج لا انت بتنضف الدرج بتنفضوا اه كل يوم يعني لازم كل يوم تنفض الدرج من الحاجات اللي فيه والفضلات اللي فيه وبوائل ايه الاكل لكن النضافة كده بالمية ممكن تعمل الموضوع ده كل اسبوع طيب بعد كده طبعا ببدأ ان انا احط لهم الاكل بتاعهم اللي هو البيض عشان خاطر هم عندهم طبعا زغليل فلازم باهتم جدا من انا قدم لهم البيض وطبعا هم فطروا البلقم والفلارس فالبيض ده كده مش على الريق بفتح طبعا على الزغليل عشان خاطر اطمن عليهم وبطولش في الفتحة عشان خاطر ما ايه ما يبردوش وما يدخلش عليهم هوا فيبردوا فهي فتحة خفيفة بس كده طبعا عليهم وقفل على طول وطبعا انا كنت منظف العش ده اول مبارح وكنت وردت لحظاتكو ازاي منظف العش بتهتم طبعا جدا اهم حاجة بالتغذية وغير كده كمان انك الدرجة اللي ما بتيك تشيله بتتأكد ان ما فيش فضلات تكون اي نوع من انواع الاسهال ازا كان اخضر او ايه او ابيض طول ما فيش فضلات سايلة يعني يبقى كده الحمد لله كويسين ببدأ بقى ان انا احط لهم الاكل واخد بان منهم كويس والمية طبعا مغيرها وحتط لهم ايه حتة او قطعة من الفينو الغيف فينو او نص الغيف فينو زي ما حادكم شايفين وفيه طاجن التمليح هو اللي هو اللي على جنب ده شوف حضرتكو قرب يخلص ازاي يعني عشان ورى حضرتكو ان هو ده الاول كالمليان ودلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني قرب يفضى ليه لانه هم على طول بينقروا منه طول ما هم عندهم زغاليل برضو بيعودوا ياخدوا من طاجن التمليح دوت طيب طاجن التمليح ده بعمله ازاي اللي هو بجيب طباح احمر بدقه وعليه شوية تراب على شوية راملة على اه اشر البيت بكون طحنه على سبية تمام? اه كل دوت بطحنه مع بعض وبيبقى ناعم وبحط عليه كمان نسم علاقة من الكركم بيبقى مفيد جدا ليهم. اه الوجبات اللي دائما بقدمها العصافيل لما بيكون عندهم زغاليل اللي هو البيت المسلوق وكمان الامح المنقوع ده بيكون وجبات مهمة جدا جدا ليهم كذلك الفينو اه ده بحطه قدامهم برضو كده اه يوم ويوم لانه هم بيحبوا الفينو جدا لما بيكون عندهم زغاليل بيعود ياخدوا ونقروا من الفينو دوت ويدخلوا طبعا نردعوا الزغاليل. حتى لو انت ما عندكش اكل خالص وعندك بلقة وملفلارس بس. ولسه مش متاح عندك دلوقتي مش موجود عندك امحي لسه منزلتش مسلا جبت امحي او مش موجود عندك امحي في البيت. فياريت. يكون قدامهم اه الفينو. الفينو بيكون مهم جدا جدا ليهم بياخدوا منه ويردعوا الزغاليل. وطبعا زي ما حتكم شايفين الحمد لله. اه رزق ربنا سبحانه وتعالى. وقدي الزغاليل عند الحمد لله بسم الله ما شاء الله. زي ما حضركم شايفين. اه طبعا حتة ان هم بقى جابوا تلاتة جابوا اربعة جابوا خمسة جابوا اللي جابوه دوت بيبقى رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. وغير كده كمان لما بيكون كده العدد الزغاليل قرائل بيبقى احسن على فكرة مش مش حاجة اه يعني وحشة ان هم يدوك عدد الزغاليل قرائلين. يعني لما يدوك خمسة مسلا او ست زغاليل هيبقى ان هم يزقوا الخمس زغاليل ان هم يعتنوا بيهم ويأكلوا كلهم الخمسة بتبقى صعبة جدا جدا على الام والاب وبينهاكوا جامد وبيبقى يعني ممكن صحتهم تنزل في ان هم يأكلوا خمس زغاليل او ست زغاليل. فما بيكون عندك تلاتة هم بياخدوا بالهم منهم جدا طبعا وبيكون صحتهم حلوة بيبقوا ليلين بالنسبة لهم في الزق يعني في ان هم يأكلوهم يعني بتبقى الرعاية بتبقى افضل. اه طبعا انا جربت قبل كده ما كان عندي خمس زغاليل او ستلاقي في الاخر لازم في زغاليل منهم يموت او زغاليل منهم يموت. لكن اولا هو تلاتة في الاول كده يبقى زي الفل وفي الاول في الاخر هو رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لو خدت بالك كده تلقيهم هم بيأكلوا بيد يحوى يأكلوا ويطلعين يشربوا يأكلوا ويطلع يشربوا يكون بيبلع كده. اه البيض اللي هو اكلوا. فلازم تكون المية اللي انت حاطيتها تكون ضيفة جدا وياريت تكون فيها فيتامين. انا بحط فيها فيتاماونت. اه بشري بجيوم الصيدلية. ده ممتاز جدا جدا ليهم. اه يعني بحط خمس نقط في المسأل بيكون اه تلاتة ربعة. بص حضراتكم بيعمل ايه? ياكل شوية ويقع نقطع ايه? يشرب اه نقطتين مية. وينزل وعلى كده. اه فيه بقى تعليق جالي مهم بيقول لي يعني العطافير عندي بغضت والحمد لله البيضة والتانية وبسيط لقيت اللي اتنين موقفين برة الام والاب والام مش رقد على البيض فانا اعمل ايه دلوقتي عايز اقولك سيبهم براحتهم خالص. ان انت مش هتقدر تكبر العصفر ان هو يخش يرقد على البيض. باي حال من الاحوال. متاخدش البيض وتستعجل وتحطه تحت جوز تاني يكون محضا او عنده بالتاني. لا استنى واصبر عليهم وهم لما بيكملوا وضع البيض الخمس بيضات او الست بيضات بتدخل الام ترقض عليهم. وفي امهات على طول بترقض من اول بيضة. فانت لو لقيت ان العصفير بدأت ان هي تخرج او وقفة برة. ده طبيعي عشان انت موجود انت واقف. طول ما انت بتدخل المكان انت بس ما بتفتح كده باب البلكونة هم عارفين ان انت داخل. فتلاقي الامة قامت من عارفين وخرجت. تمام? في امهات كده بيبقى ايه? اول ما انت تفتح البلكونة وتدخل تلاقي تحييه ايما من عارفين وتشوفك هتعمل ايه? هتحط لهم اكل ولا هتعمل ايه? ففي امهات بيبقوا رأدين على البيض مهما انت تعمل بقى انت دخلت خرجت ما ما دخلتش ما خرجتش هي ما بتقومش من عارفين ابدا. فلو حصل وقامت من عارفين واقفة برة. ما تقلقش هي تقلقش هي تقعد تانيه متقعدش رايح جاي عليهم كتير عشان هي كمان متقومش من عارف بيض وتقعد كتير زي ما قلتلك في عصفير كل من انت تدخل هي يتقوم من عارف بيض وتقعد وتطلع بره. كل من انت تدخل يا الى تقوم من عارف بيض وهي تقعد بباره. طب انت ما تدخلش بقى عشان هي مت ايه? متقعدش كل شوية تخرج وتدخل. دي حاجة. الحاجة التانية او التعليق التاني اللي جالي. احد المتابعين بيقول ان انا عندي داكر كوكتيل ما بيساعدش الانسة في ان هي يرقد معها على البيض وسيبها ترقد وحدها ما اتبعش للدرجة دي يعني انت ما اتبعش العصفين لدرجة انك انت تشوف ان ان الدكر هيدخل يرقد هو كمان ولا لا او ما بترقدش انت ليه وهي اللي بترقد بس لوحدها دي حاجة بينهم وبعضهم الاتنين دي حاجة بيعلمها ربنا سبحانه وتعالى طول ما هي يا رقدة على البيض انت ما تقلقش يا رقدة وخلاص وبتدخل وبترقد وبترقد ما فيش مشاكل هو هو لازم هو يدخل 12 ساعة وهي 12 ساعة لا انت ما تعرفش منك تكون انت مش موجود هو بيدخل يرقد طول ما هي رقدة خلاص انا مليش دعوة من فيهم اللي يرقد دكر ولا نتاية اما التعليق اللي بعده ان انا ازاي افصل او امت افصل الزغالين عن الام والاب ولازم ان انا افصلهم اه طبعا لازم ان انت تفصلهم علشان خاطر الام والاب يجهزوا لعيش تاني لان العصافير خلاص بدل ما يكبرت وتلعت برة وانت هتسيبها في القفص تكبر مع الام والاب لا بعد كده هيتدربوا الام والاب هيدربوهم لانه الاب بالذات لانه هو عايز ان المكان يفضع علشان خاطر يتزوج تاني مع الانسة فامتا بقى انت هتفصلهم لما تلاقي خلاص الزغالين خرجت برة القفص وثبت البياضة خالص وبدأت ان هي تاكل تتأكد ان هي خلاص بدأت ان هي تاكل لوحدها يوم او يومين كده مع الام والاب بعد كده انك انت تبدأ تفصلهم وبكده ان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا ان شاء الله النهاردة انتهى باشكركم جدا بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته